ولأول مرة على مستوى تطبيق قانون الحماية الاجتماعية شهدت الأعداد الزيادة لأول مرة نصل إلى 2 مليون و 151 ألف و 551 بين فرد وأسرة شملوا بالإعانة النقدية هذا الرقم لأول مرة تحصل هذه الزيادة في تاريخ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نتيجة أننا وضعنا تخفيف نسب الفقر كأولوية للحكومة وهذه الحكومة أعطت التخصيصات المالية والدعم الكامل اللي اتمكنت فيه الوزارة من القيام بأوسع عملية بحث اجتماعي تجاوزت 2 مليون وأيضا قامت من خلال هذا البحث والتدقيق بفرز بحدود 190 ألف متجاوز وبالتالي حققنا الهدف المهم وهو الوصول إلى الفئات المستحقة ترجمة نانسي قنقر